من أنقرة مراسل القهر الإخبارية عمر أحمد يضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع أهلا بك عمر كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك ضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع وما الجديد الذي قائبه نعم راد كل عام وأنتم بخير بالفعل هذا الاجتماع في آلية التعاون الاستراتيجي بين أنقرة وواشنطن أكد على التعاون رفع مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في هذا الإطار الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أسبوع من الآن كان قد أدلى بتصريحات مهمة جدا قال فيها بأن الإرهاب في شمال العراق سوف ينتهي هذا الصيف أي خلال أشهر من الآن لذلك إعادة التعاون بين واشنطن وأنقرة في هذا الإطار مهمة جدا كما أن اللقاءات والاجتماعات التركية العراقية التي بدأت منذ أواخر 2023 واستمرت مع بداية العام الجاري تشير إلى أن هناك خطط جدية وحقيقية هذه المرة لإنهاء التنظيمات الإرهابية في شمال العراق ولكن في البيان المشترك التركي الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية أشارت وأدانت المنظمات الإرهابية وسمتها هي منظمة حزب العمال الكردستاني ومنظمة التحرير الشعبية الثورية وكذلك تنظيم داعش أي أنها لم تشر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي التي تعتبره تركيا منظمة إرهابية وذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع هذا التنظيم وكذلك مع قصد قوات سوريا الديمقراطية ولذلك هذا الموضوع ينغس على تركيا حاليا ولكن الاتجاه نحو إنهاء الإرهاب في شمال العراق هو الأولوية بالنسبة لتركيا حاليا عمر أحمد مرسل قهر الإخبارية من أنقرة شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وبتأكد نعود لك في تفاصيل أخرى حول حيثيات هذا التعاون